استقبل مطار العريش طائرتين قطريتين محملتين بنحو 62 طن من المساعدات للمحتجزين الإسرائيليين وسكان قطاع غزة ذلك في أعقاب اتفاق تم ما بين الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية بوساطة قطرية كما استقبل مطار العريش أيضا طائرتين قادمتين من الأردن على متنهما 21 طن من المسلزمات الطبية والأدوية والخيام بالإضافة لطائرة كويتية على متنها 25 طن من المواد الغذائية والإغاثية بالإضافة لطائرة روسية على متنها 30 طن من المواد الغذائية والإغاثية وذلك ضمن الجهود المصرية لاستقبل الطائرات التي تأتي من الدول المختلفة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة